موسيقى نشط مفصلة للأخبار والبداية مع العنوين موسيقى مصادر مطلعة تؤكد للوطن السورية زيارة وفد أمريكي لدمشق قبل شهرين وتؤكد التمسك بانسحاب القوات الأمريكية وتكشف عن زيارات مماثلة سابقة رغم القمع تظاهرات حاشدة في البحرين رفضا للتطبيع وتوقعات إسرائيلية بحذو السعودية حذو المطبعين تزامنا مع تتويج بن سلمان بجائزة أصدقاء إسرائيل غدا تزيارة لوفدها إلى الأقصى بحماية الاحتلال الإمارات تمضي في تطبيعها وهبوط أول رحلة تجارية من أبو ظبي في تل أبيب تصدر المرشح الاشتراكي لويس أرسي في انتخابات الرئاسة البوليفية وموراليس يؤكد أن النتائج ستعيد الاستقرار والسلام إلى البلاد الشرطة الفرنسية تشن حملة ضد عشرات المشتبه في علاقتهم بتنظيمات متطرفة على خلفية حادثة الذبح المدرس وفي الظاهرة عنف غير مسبوق في الذكرى الأولى لاحتجاجات تشيلي إحراق الكنائس ومواجهات عنيفة مع الشرطة أهلا بكم مكدت دمشق اليوم ما نشرته صحيفة والستريت جورنال الأمريكية عن زيارة سرية قام بها وفد أمريكي إلى دمشق قبل فترة قريبة جاء ذلك على لسان مصادر لصحيفة الوطن السورية وصفتها بواسعة الاطلاع المصادر أوضحت أن الوفدة المؤلفة من روجر كارسينس المعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المخطفين وكاش باتل مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض زار دمشق في آباغصص الماضي واجتمع برئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك في مكتبه في دمشق وقد ناقش ما يسمى مسألة المخطفين الأمريكيين والعقوبات على سوريا مشيرة إلى رفض دمشق التطرق إلى هذه الملفات قبل مناقشة ملف الانسحاب الأمريكي مصادر الصحيفة أكدت أن ثلاثة زيارات مشابهة جرت خلال الأشهر والسنوات الماضية ومن دمشق ينضم إلينا مراسل الميدي محمد الخضر مرحبا بك محمد إذن هذه الزيارة التي كانت سرية تم الكشف عنها لو تضعنا في سورة تفاصيلها ماذا طلبت واشنطن وماذا كان رد دمشق مساء الخير في الواقع أكدت دمشق لصحيفة الوطن أكدت مصادر مطلعة ما جاء في وولستيت جورنال عن قيام هذا الوفد الأمريكي بزيارة دمشق ولقائه بالمسؤول الأمني الأعلى مستوى رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك الأمريكيون في الواقع طرحوا جملة واسعة من القضايا تتصل خصوصا بملف العقوبات وسمعوا موقفا سوريا واضحا عدم الخوض في أي ملف قبل الحديث عن الانسحاب أو قبل البحث في الانسحاب الأمريكي من شرق سوريا معروف الوجود الأمريكي شرق سوريا يشمل مناطق شرق الفرات ومنطقة التنف هذا كان موقفا صلبا وواضحا طبعا الأمريكيون حاولوا الحصول على مساعدة للبحث فيما يسمى ملف المخطوفين الأمريكيين على الأراضي السورية جرى طرح بشكل أساسي الصحفي الأمريكي أوستون تايس هذا الصحفي الذي تتحدث مصادر مطلعة بدمشق أنه لم يكن صحفيا وإنما كان متعاملا مع الاستخبارات الأمريكية ودخل في فترات سابقة ومبكرة من الحرب على سوريا دخل تقريبا عام 2012 من الأراضي التركية وجال ونشطة في المناطق خارج سيطرة الدولة إلى أن وصل إلى الغطاة الشرقية هناك معطيات أيضا تتحدث عن أن هذا الرجل كان مكلفا أو لديه مهمة واضحة بتأمين جهاديين لمقاتلة الجيش السوري في تلك الفترة إلى أن وصل إلى الغطاة وفي الغطاة في تلك الفترة كانت بداية تظهور الجماعات الجهادية وضمن صراع تلك المشموعة على ما يبدو اختفى في تلك الفترة العنوان الأساسي في الواقع من هذه المعطيات والمعلومات هو تمسك سوريا بعدم الخوض بأي بحث أو نقاش مع الأمريكيين قبل الحديث عن الانسحاب الأمريكي أو البحث بالانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية رغم تقديم المسؤولين الأمريكيين عنوين مغرية في الواقع منها مثلا الحديث عن رفع العقوبات منها الحديث عن مكافات منها الحديث في مرفات كثيرة عديدة إنما كان موقفا واضحا هو الحديث والبدء بالانسحاب الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي كما جاء على لسان تلك المصادر وهي إشارة واضحة جدا إلى التعامل مع الوجود الأمريكي على أنه احتلال في منطقة شرق سوريا سواء في شرق الفرات أو في منطقة التنف محمد فقط باقتصار للإستفسار هل هذه الزيارة بعنوينها مربوطة بالسياق الانتخابي في انتخابات الرئاسة الأمريكية ما أنه إذا هناك إطار آخر حسب ما يتم كشفه من سياق هذه الزيارة في الواقع هنا في دمشق لا يعول عليه يعني هناك حذر كما تحدثت نفس هذه المصادر من مثل هذه الزيارات إنما واضح أنه يرتبط بالسباق الانتخابي الأمريكي هو قبل أقل من 15 يوما من بدل الانتخابات الأمريكية وهؤلاء يتبعون مباشرة لإدارة الرئيس ترامب أحدهم هو مساعد مباشر للرئيس ترامب لشؤون المخطوفين محمد الخضر مراثل الميادين كنت معنا من دمشق كران جزيلا لك شهدت البحرين في الساعات الماضية تطهرات حاشدة رفضا لاتفاق التطبيع ولغم إجراءات القمع التي تقوم بها السلطات فقد جابت تطهرات شوارع العاصمة المنامة على وقع الهتفات المنددة بزيارة الوفد الإسرائيلي للبلاد وأبرزها لا مرحبا بالقتلة لن نقبل المهادنة ومن راملة إلى البحرين شعب واحد من الشعبي هذه الطائرة الإسرائيلية التي حطت في البحرين وهذه الوفود الرسمية توقع في القاعات المغلقة اتفاقية مشتركة هنا يهمس أحدهما للآخر من خلف القناع بضرورة التعاون المشترك ويسلم الإسرائيلي طلب فتح سفرته في المنامة أما هنا فلا يسلم البحرينيون بالأمر الواقع وفي الخارج يصرخون في وجه زائرهم المنبوذ خليجيون البحرين وفيما يغلقون الباب في وجه الإسرائيليين يذكرون بأخوتهم الأبدية مع الفلسطينيين وعلى الصعيد التنظيمي دعت قوى المعارضة البحرينية أبناء شعب البحرين إلى المشاركة الواسعة في فعاليات جمعة مقاومة التطبيع يوم الجمعة المقبل في الثالث والعشرين من دشرين الأول أكتوبر كما عاد هاشتاك بحرينيون ضد التطبيع ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار التفاعل الشعبي البحريني الرافد لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المواقف الرافدة تزمنت أيضا مع أخرى مقاطعة دعت إلى مقاطعة أي منتج إسرائيلي قد يدخل البلاد مع إصرار على نصر فلسطين وإيمان بإشراق شمسها المعارضة الواسعة في البحرين للتطبيع عثرت قلق الإسرائيليين رغم ترحيبهم بتوقيع البيان المشترك مع النظام وذلك وسط تعليق آمال إسرائيلية على اتفاقيات كهذه لتشكيل جبهة في مواجهة إيران مدال إسماعيل باللحظة التاريخية وصفوا في إسرائيل توقيع إسرائيل والبحرين على بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بينهما والذي توجه سنوات طويلة من التعاون السري بين تل أبيب والمنامة ترحيب المسؤولين الإسرائيليين بمختلف مستوياتهم بالتوقيع على البيان قبله توقف المراقبين عند الأجواء التي رفقت التوقيع والتي كانت أقل احتفالية وفقا لهم من تلك التي رافقت توقيع الاتفاق مع الإمارات نظرا إلى المعارضة الشديدة والعلنية للتطبيع في البحرين مع توقعهم زيادة حدة هذه المعارضة في الأيام المقبلة مراسم الحفل في البحرين كانت أقل احتفالية من المراسم في الإمارات لأنه في البحرين كما هو مروف هناك معارضة قوية جدا للحكومة على العكس الإمارات ولذلك عليهم السير بنحو دقيق جدا في خطوة التطبيع مع إسرائيل وفي السنوات الأخيرة لم نرى في البحرين على عكس باقي دول الخليج كالإمارات زيارات رسمية لوزراء إسرائيليين والتقاط صور حين أعلنوا عن هذه الاتفاقيات في البحرين رأينا تظاهرات ضد النظام من قبل المعارضة وهذا ما لم نراه في الإمارات نعتقد أنه في الأيام المقبلة سنرى أكثر أصوات تعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل الفائدة التي تعود على إسرائيل من اتفاقيات التطبيع هذه لا تقتصر على المجالات الاقتصادية والسياسية بل تتعدها إلى المجالات الأمنية والعسكرية وتشكيل جبهة تضم دول الخليج وإسرائيل ضد إيران نحن نفتح أفاقا جديدة على المستوى الاقتصادي والأمني ترفع من مستوى التعاون في المجالات كافة وهذا يعطينا نوعا من العمق الاستراتيجي المهم جدا والمهم لضد محاول الشر ولسيما تلك التي تدار من قبل إيران صواريخ أرض أرض والنوضي والإرهاب والتمدد الإقليمي وهذا الأمر هو لسالة إلى محور الشر من قبل تلك الدول وبالطبع من قبلنا أيضا الاهتمام الإسرائيلي بالاتفاقية مع البحرين ينطلق مما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية حول تأكيد مسؤولين في إسرائيل والبحرين بأن الاتفاقية ستؤدي إلى سلام كامل بينهما ومن أنه سيتضمن اتفاقيات سياسية وديبلوماسية واقتصادية وإقامة سفارات وتبادل السفراء وفي السياق ذاته دعا رئيس الموساد يوسي كوهين السعودية إلى عدم انتظار إحراز تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل من الآن فصاعدا أعتقد أنه يجب أن لا يكون هناك اشتراط بشأن علاقتنا مع الفلسطينيين أو بشأن توقيع اتفاق سلام معهم بالطبع جميعنا يأمل ذلك ونبارك كل تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين نحو تسوية مستقبلية لكن يجب أن لا يكون هذا الأمر عائقا أمام استمرار الاتصالات واستمرار إيجاد علاقات متبادلة بيننا وبين دول المنطقة ولا شرطا لهذا الاستمرار وبالتوازي أعلن متحف أصدقاء إسرائيل أنه سيتم تقديم ما يسمى جائزة أصدقاء إسرائيل إلى كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة والعاهلة المغربية الملك محمد السادس ورئيس وزراء العمارات محمد بن راشد المكتوم ورئيس سربيا أليكساندر فوتيتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيا مين نتنياهو اعتبر أن المعاهدة الإبراهيمية نقطة تحول مذهلة في تاريخ المنطقة لإطفائها الشرعية على وجود إسرائيل هنا على حد تعبيره من جهتها الإمارات مضت في إجراءاتها التطبعية وقد هبطت للمرة الأولى طائرة إماراتية تابعة لشركة طيران الإمارات صباحا في مطار بنغوريون في تل أبيب رحلة الطائرة التجارية ستقل على متنها رجال أعمال ومندبين عن مكاتب السفر وصحفيين وسياحا في طريق العودة إلى أبوطبي في المقابل نددت السلطة الفلسطينية اليوم بإجراءات التطبيع هذا وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي في مساهل جلسة مجلس الوزراء صباحا أن الاتفاق التطبيعي البحريني مع الاحتلال ليقدم جائزة مجنية للاحتلال وندد بزيارة الوفد الإماراتي أمس للأقصى المبارك مشاددا على أن باب دخوله هو من بوابة أصحابه لا من بوابة الاحتلال مبديا للأسف لدخول بعض الوفود العربية من البوابة الإسرائيلية بينما يمنع المصلون من الدخول إلى المسجد يأتي ذلك فيما نشرت مشاهد جديدة للزيارة التطبيعية الأخيرة وقيام أحد الفلسطينيين بطرد أعضاء الوفد عقب اقتحامه الأقصى ما تحكي معاي ما تحكي معاي احنا مطبعين زي وزي أشكالك أنا ما بسمح يحكي معاي واحد بس انت تحترم حالك وتحترم ابعد ابعد عني يلا بره بره يلا يلا كشكل كشكل بره بره ولا معك يلا 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 مطبع انقلي انقلي بعرية زبالة زبالة يلا انت ستين زبالة ولكن انت حاوي بحالها يا أهلية سيد وفيما يسمر بعض الأنظمة الخليجية في إجراءاته التطبيعية سنضي قوات الاحتلال في اعتداءاتها ضد الفلسطينيين اقتحاما واعتقالا وهدما لمنازلهم وفي إطار هذه الاعتداءات قدمت بل أقدمت قوات الاحتلال على هدم عدد من المنازل في منطقة مسافر يطف الخليل جنوظفة الغربية بعد قمع الأهالي ومن بينهم نيسا انتوا قاعدين بترتكبوا جرائم وهذه جرائم حرب لاجب تتعاقبوا عليها حسب القانون الدولي العراقين بنهدف أكثر من 120 مرة لكنها انبنت وبالتالي هذا للناس راح تنبنالهم انتوا الشغل تستغلوها هذا شغل إجراءات انتداءات ودار من تتدوها ايست طيب هي جمعيات انتكريات انتنا نجاندوا عند جمعيات وهي الفلات هنا ما هي واننا اولادنا وقليتنا فيها لا يسكن تدوها الليه الله أكبر عليكم ايه اه 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 اهددوا دارنا اه 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 اهددوا دارنا الله ولحمكم اخوالوا لنتانياهو ماكيش عند شعب الفلسطيني المطلسطيني روحوا يقد دهداره على راس ويقدوها على داب ومعنا من رمالة مراسلة الميدين نسرين سلمي مرحبا بك نسرين بحسب ما تبعنا واضح حجم الصخط الرسمي والشعبي الفلسطيني تجاه هذا الاقتحام لهذه الوفود العربية المطبعة على يد بيد مع عناصر أو جنود الاحتلال الإسرائيل هل من إجراءات عملية مزمع اتخاذها كإنعكاس عملي لهذا الصخط بحسب مواقف أجتية وهؤلاء المسائلات كما صور هذا المواطن الفلسطيني مثلا يعني هو الإنعكاس سيكون فقط في الشارع المقدسي تحديدا رهان القيادة ورهان الفلسطينيين هو على المقدسيين لأنهم هم الوحيدين الذين يتمكنون الوصول إلى المسجد الأقصى خصوصا في هذه الأيام في ذلك الإجراءات منها حتى أهل المناطق المحتلة عام 48 لا يستطيعون الوصول بسبب إجراءات كورونا فقط المقدسيين هناك بالنسبة للفلسطينيين ببقية المدن هم ممنوعون أصلا من زيارة المسجد الأقصى وهذا سبب الصخص والغضب يزور العرغ ويزور من الإمارات من البحرين وحتى من دول أوروبية وأمريكية يزورون المسجد الأقصى بينما الفلسطينيين أهل البيت أصحاب المسجد الأقصى ممنوعين من زيارة المسجد بسبب الحواجز الإسرائيلية وبسبب الإجراءات الإسرائيلية بالتالي الغضب هو غضب رسمي الفلسطينيون رسميا وشعبيا لم يرهنوا يوما على الأنظمة العربية وحتى لو قالوا عكس ذلك رسميا على الأقل من تحت الطاولة هم يدكون تماما أنه لا رهان على المواقف الرسمية لدول العربية هم يرهنون على مواقف أهاء الشعوب وبالنسبة إليهم الشعب البحريني له كل الاحترام وتحديدا المعارضة البحرينية ومواقف عدد كبير من الصحفيين والكتاب الذين كتبوا ضد التطبيع وأكدوا أنهم يقفون ضد التطبيع وأنهم مع القضية الفلسطينية ويشارون بالخجر من حكومتهم التي طبعت مع الإحترام الإسرائيلي وفلسطين لا تزال محتلة الفلسطينيون رسميا لا ينقون الكثير ليفعلوه لأن القيادة الفلسطينية محرومة من ممارسة أي دور في داخل مدينة القدس وأي دور في الداخل المحتلف كل ما ينطل السلطة الفلسطينية في مدينة القدس تم إغلاقه سواء من مسارح مراكز ثقافية مراكز اجتماعية تتبع للسلطة الفلسطينية أو حتى منظمة التحريط تم إغلاقها ووقف أنشطتها وكل من يقوم بنشاط مع السلطة الفلسطينية يتم اعتقاله كان هناك موقف لاست لحركة فتح في مدينة القدس التي رأت هذه الزيارات ضربة في صميم الفلسطيني وطعن في الظهر وأكدت أنها ستعمل ضد هذه الزيارات وستنظم أنشطة لها داخل المدينة من خلال الشبيبة هناك لمناهضة مثل هذه الزيارات ودعت إلى الوحدة الوطنية في المدينة وفي الكل الفلسطيني للرد على هذه الاتفاقات التطبيعية وتعتبر أن الوحدة فقط هي السبيل لمواجهة الاحتلال بما يقوم به من جرائم مثل هدم المنازل وهناك هجمة استيطانية كبيرة في هذه المرحلة وهناك مواطقة على بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومشاريع لبناء ثلاث تجمعات استيطانية هي عبارة عن مناطق صناعية في الضفة في الوسط في الجنوب وفي الشمال من أجل إخراج المناطق الصناعية من الداخل المحتل إلى المناطق الفلسطينية وتلويض التربة والهواء على حساب الفلسطينيين تغيير واضح في الصورة والديمقرافية طبعا صحيح هذا واحد ومن ناحية أخرى هي عمليا استمرار لعملية الضم إسرائيل قالت أن مقابل التطبيع من الإمارات أوقفت الضم لكن ما يجهه فعليا استمرار لعملية الضم من خلال الإستيطان في الأغوار وبناء المناطق الإستيطانية والتوسع الإستيطاني مراسلة الميادين من رمالة السرين سلمي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك في جديد قضية الأسرة وصلت الوقفات والمسيرات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس مع دخوله اليوم الخامسة والثمانين من اضرابه عن الطعام وقد جدد الفلسطينيون مطالباتهم بنصرة قضيته وإنقاذ حياته مع أحمد شلدان هو نداء اللحظات الأخيرة لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس فبعد خمسة وثمانين يوما من معركته ضد سجانه باتت وثيرة التضامن الفلسطيني معه في ازدياد الساعات القادمة هي ساعات خطيرة جدا وقد نسمع تضاور خطير جدا قد يصل إلى حافة الموت في الساعات القادمة إذا لم تتحرك الجميع لإنقاذ روح الأسير ماهر الأخرس إحنا أسرانا بموتوا أسرانا منطهدين حرام عليهم ينظروا يحطوا على طاولة المفاوضات الأسرة بالدرجة الأولى إلى مرحلة حارجة جدا وصلت حالة الأسير الأخرس والتي استعرضها الأطباء في خيمة التضامن معه أمام مقر الصديب الأحمر في غزة بعد 85 يوم من الإضراب ستبدأ تتضرر كل أعضاء الجسم ليس الجهاز الهضب باحد ولكن ممكن كل أعضاء الداخلية بدأت تتضرر للأخ الأسير ماهر الأخرس ونحن في الأيام القادمة ستمر الوضع على هم وعليه ولم يتم الإفراج عنه ممكن يستشهد الأخ ماهر الأخرس ويطالب الفلسطينيون بوضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها تجاه الدفاع عن حياة الأسير الأخرس ولسيما في ظل حالة الصمت على المستويين الرسمي والحقوقي في معركة الأمعاء الخاوية يعيد الأسير ماهر الأخرس تسليط الضوء على قضية الأسرة والتي يطالب الجميع هنا بتدخل عاجل ينهي معاناتهم ويضع حدا لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع هذه القضية الإنسانية أحمد شلدان غزة الميادين إلى تونس حيث نظم التونسيون وقفة لتضامن مع قضية الأسير الأخرس وسائر الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي المشاركون في الوقفة شددوا على أهمية معركة الكرامة التي يخوضها السجناء الفلسطينيون في وجه محتل غاصب وأيضا في وجه موجة تطبيع غير مسبوقة كما أكد أن حق الفلسطيني ثابت ولن يسقط بجرائم الاحتلال ولا بالخذلان العربي اليوم ماهر الأخرس ورفاقه في الحركة الأسيرة الفلسطينية صراحة يخطون ملحمة تخجلنا هنا في تونس وفي منطقة المغرب العربي وفي سائر الوطن العربي إلى الأسرة لنقول لهم أنتم عنوان الشرف في هذه الأمة وأنتم الذين في طليعة الحركة الحركة المقاومة الفلسطينية وأنتم الذين توجهون الرسائل الكبرى رسائل الوحدة والإسرار على المقاومة والنصر أو الشهادة معركة البطون الخاوية التي يدشنها أسر الحرية في السجون الصهيونية تحت عنوان معركة عهد الأوفياء فاصل قصير نتابع بعده هذه النشرة من جديد أهلا بكم وصل رئيس الوزراء العراقي مصفى القاذم إلى باريس حيث جرى استقباله في المدرسة العسكرية الفرنسية ضمن جولة أوروبية تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا القاذم قال خلال لقائه رئيس الحكومة الفرنسية جون كاستكس إن حكومته تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وإعادة العراق إلى وضعه دوليا ومن المقرر أن يعقد القاذم عددا من اللقاءات والمباحثات الرسمية في قصر الأليزي مع الرئيس إمانويل ماكرون وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية تتعلق بتوطيض العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين على مختلف الصعود إلى جنب حيث انطلقت عمل الجلسة الأولى من جولة المحادثات لبية لبية في إطار اللجنة الأمنية المشتركة برعاية الأمم المتحدة وينقش طرفان خلال هذه المحادثات التي ستستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي كيفية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين على المستوى الأمني ابتداء بإجراءات بناء الثقة كفتح المعابر وتسهيل مرور المساعدات وتبادل المحتجزين المبعوثة الأممية ستفاني واليمس شددت على ضرورة أن تخرج هذه المحادثات بما يعكس تطلعات الليبيين لتخفيف المعاناة أرجو من أضاء الوافدين استثمار هذه الفرصة هذه الفرصة الثمينة والعمل بجد خلال الأيان القادمة نتوصل إلى حلول لكافة المسائل الآلقة للبصول إلى وقف تام ومستدام لإضلاق النار في أموم ليبيا للإسهام بإنحاء مؤنات الليبيين ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في جناف موسى عاصي مرحبا بك موسى إذن تمنن أممي كما سمعنا لبناء عناصر الثقة بين الأطراف الليبيين لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الليبيين لعله عنوين بارزة تسبق هذا اللقاء تفاصيل أوفة معك عنه نعم يعني سبق الجلسة الافتتاحية الأولى اجتماعات منفردة بين الوفدين على حدة مع المبعوثة الأممية ستيفاني وليامس خلال اليومين الماضيين هنا في جينيف ويبدو أن الأمور تسير بمسعى إيجابي على أساس أن هذه المحادثات تستند إلى تحقيق إيجابيات في الاجتماعات التي حصلت في القاهرة الأسبوع الماضي على المستويين السياسي والاقتصادي وأيضا على أساس انعقاد مؤتمر مونترو الذي عقد قبل شهر وخلصها إلى خارطة طريق واضحة للحل السياسي إذن المبعوثة الأممية تركز على مسألتين المسألة الأولى هي تحقيق وقف إطلاق النار مع التوصل إلى أليات معينة لوقف إطلاق النار ربما للانسحابات من بعض المواقع في ليبيا وكيفية مراقبة وقف إطلاق النار استنادا إلى مؤتمر برلين المسألة الثانية هي إجراءات بناء الثقة وتحدثت عن هذا الأمر بإسهاب ولسيما في مسألة تسهيل وصول المساعدات إلى كافة المناطق الليبية وتبادل المحتجزين والأسرى بين الأطراف وأيضا فتح المعابر الجوية والبرية من أجل أن تصل هذه المساعدات تحديدا إلى كل المحتجين ولسيما في مدينة سرط وأيضا المنطقة الوسطى هذه المحادثات ستستمر خمسة أيام يتوقع أن تنتهي يوم الجمعة المقبل ويشارك فيها الطرفان الليبيان وفد حكومة الوفاق الوطني من طرابلس ووفد القوات التي يقودها الجنرال خليفة حفتر إذن مدير مكتب الميادين في جناف موسى عاصي كنت معنا شكرا جزيلا لك إلى طهران حيث أشاد رئيس المجلس العلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله بدعم إيران لعملية السلام في بلاده وقد استقبل رئيس الإيراني حسن روحاني اليوم بالوفد الأفغاني الذي كان قد أكد أن مفاوضات السلام الجارية في الدوحة غير مقبولة وأشار رئيس الوفد إلى تقدم في الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة شاملة بشأن العلاقات بين البلدين من جهاته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد أن بلاده يمكنها أن تقدم دعما مؤثرا للحوارات الأساسية بين الأطراف الأفغان كافة ووصف من جهة أخرى انتهاء حظر التسلح على إيران بالإنجاز الكبير مؤكدا أن بلاده نجحت مرة جديدة في إيقاف الأحادية الأمريكية ما حصل بالأمس يعد إنجازا وانتصارا كبيرا للمقاومة والشعب الإيراني الحظر الذي انتهى عمره 13 عاما والجمهورية الإسلامية نجحت مرة جديدة في إيقاف الوحدية الأمريكية نحن منذ سنوات لا نشتري السلاح وإيران تكتسب قوتها من شعبها وليس من السلاح ولكن لن نمنع أنفسنا من الاستفادة من هذا السوق ومن التقنيات الجديدة إنما سنتصرف بشكل مسؤول ونرفض تحويل المنطقة إلى مخزن للسلاح مرشح حزب الحركة نحو الاشتراكية لوي سارتسي يفوز برئاسة بوليفيا وفق النتائج غير الرسمية مراليس أكد أن نتائج الانتخابات ستعيد الاستقرار والسلام فيما تسارع الرئيس المواقعة جانين أنيس إلى تهنيئة آرسي بالفوز ماريام عثمان بعد نحو عام على استقالة إيفو موراليس مرشح حزبه الحركة نحو الاشتراكية يفوز في الانتخابات الرئاسية وفقا للفرز السريع النتائج غير الرسمية التي صدرت بعد ساعة على أقفال صندوق الاقتراع بدت حاسمة لنحية فوز لوي سارتسي من الدورة الأولى على حساب المرشح الوسطي كارلوس ميسا أريد أن أهنئ الشعب البوليفي لقد اتخذنا خطوة مهمة للغاية إلى الأمام لقد استعدنا الديمقراطية واستعدنا الأمل الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس أكد أن نتائج الانتخابات ستعيد الاستقرار والسلام إلى بوليفيا مشيرا إلى أن الأولوية القصوى في بوليفيا هي استعادة الديمقراطية كل المواطيات تشير حتى الآن إلى انتصار الحركة نحو الاشتراكية التي هي أداة سياسية لسيادة الشعوب استعدنا الوطن وسنستعيد الاستقرار والتقدم وسنستعيد السلام مخلصين لمراث أجدادنا سنعيد الحرية للملايين وسنستعيد وحدة الشعب البوليفي في ظل خسارة فادحة شهدها اليمين الذي يمثله المرشح فرناندو كاماتشو أحد أبرز قادة الاحتجاجات ضد موراليس سارعت الرئيسة اليمينية المؤقتة جيانين أنياس إلى تهنئة أرسي بالفوز ودعته في تغريدة على تويتر إلى مراعاة الديمقراطية في حكم بوليفيا نتائج الانتخابات هذه تأتي في مرحلة دقيقة تعيشها بوليفيا كيف لا وهي شهدت عاما من التوتر على خلفية استقالة موراليس بعد انقلاب قادته المعارضة اليمينية التي اتهمت موراليس بتزوير انتخابات فاز فيها بولاية رابعة الاستقالة تلتها أعمل عنف وقمع بحق البوليفيين المناصرين لموراليس شنتها الحكومة المعقتة برئاسة جيانين أنياز التي تسلمت مقاليد السلطة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة انتخابات يبدو أن نتائجها الأولية ستجنب البلاد أزمة سياسية حادة قرجت المدن الفرنسية والأسيام العاصمة باريس بمسيرات احتجاج على خلفية مقتل أساذ مادة التاريخ ذبحا على يد شاب من أصول شيشانكة فيما كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن شن الشرطة حملة ضد عشرات الأفراد اتهمتهم بالارتباط بالتنظيمات المتطرفة عبدالله ظاهر لا تزال فرنسا تحت وطأت جريمة عبدالله أنزروف في حق مدرس مادة التاريخ سامويل باتي جريمة لم تستفق من تبعاتها فرنسا بعد هول الجريمة مكانا وطريقة وأسلوبا أخرجت مئات الألاف إلى الشوارع مطالبين بالقضاء على الإرهاب الأليزي مصدوم هو الآخر الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون ترأس جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث قضايا التصدي للإرهاب مطالبا باتخاذ إجراءات عجلة ورادعة لمكافحة هذا التهديد الإرهابي الاجتماع الأمني اتخذ قرارا بتجديد إجراءات الأمن في المؤسسات التعليمية ورفع درجة الاهتمام بالتدبينات والرسائل المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولسيما بعد أن كشف الادعاء الفرنسي عن رسالة نشرها قاتل مدرس التاريخ موجهة إلى ماكرون وبعد جريمة القتل رصد أكثر من عشرين منشورا داعما لهذه الجريمة التي صنفتها السلطات عملا إرهابيا وتعهدت أجهزة الأمن بمحاسبة ناشري هذه الرسائل وتقديمهم للعدالة كما قررت السلطات الفرنسية تجديد مراقبة أنشطة الجمعيات التي يشتبه في قيامها بنشر الدعاية الإسلامية المتطرفة جريمة أعادت تسليط الضوء مجددا على قضية اللاجئين ولسيما أن منفذ الجريمة البالغة من العمر 18 عاما هو من أصول ششانية وكان يتمتع بصفة اللاجئ في فرنسا سبق كل ذلك أمر أصدره وزير الداخلية الفرنسي قضى بطرد 231 أجنبيا مسجلين في قائمة التطرف الإرهابي على أن تلي ذلك زيارات سيقوم بها إلى تونس والجزائر والمغرب بهدف بحث عدة قضايا ثنائية وفي مقدمتها حق اللجوء وتهريب الأفراد في مقابل الإدانة الواسعة للجريمة استنكرت جمعيات ومؤسسات إسلامية ومنها الأزهر الشريف في مصر السماح بالإساءة إلى خاتم المرسلين النبي محمد بدعوة حرية الرأي والتعبير وذلك بعد أن عرض المدرس على تلميذه رسوما كاريكوتورية مسيئة للنبي محمد إلى تشيلي حيث شهدت العاصمة سانتياغو مواجهات غير مسبوقة في الذكرى الأولى للاحتجاجات في البلاد وجرى خلال هذه التظاهرات أحراق كنيستين ذلك في إطار احتجاجاتهم الهادفة إلى المطالبة بمزيد من المساواة في البلاد وجاءت المظاهرة قبل أسبوع على السفتاء حول تعديل الدستور الذي يعود إلى حقمة ديكتاتورية وهو أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي بدأت في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر لزال الاقتصاد في هذه النصر وزميلة الإسار كرام مرحبا الإسار مرحبا محمد شكرا لك أهلا بكم دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه فيه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط الصندوق قال إن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5% هذا العام وسوف تعاني الدول من أسوأ أداء اقتصادي لها متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4.5% عام 1978 حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.19% في الفصل الثالث من السنة الحالية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إذ تمكن من المحافظة على التعافي الذي حققه بعد الإغلاق العام لاحتواء جائحة كورونا ويعني التعافي أن الصين في طريقها لتكون القوة الاقتصادية الرئيسة الوحيدة في العالم التي تحقق نموا هذا العام وفق توقعات صندوق النقد الدولي بينما تحاول دول العالم التعامل مع إجراءات الإغلاق وموجات جديدة من الإصابات قالت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تحاول أن تلعب دور الضحية بشكل متكرر وأنها قامت باحتجاز علماء الصينيين لديها لكنها بدل أن تقدم توضيحا في هذا الشأن تحذر من أن بكين قد تحتجز أمريكيين لديها وتدعي واشنطن أن العلماء الصينيين قدموا معلومات إلى الجيش الصيني واتهامتهم بالقيام بعمليات تجسس إلكترونية لسرقة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتنفي بكين هذه المزاعم تبحث أوبك ضعف توقعات الطلب في مواجهة عودة الارتفاع في عدد الإصابات بوباء كورونا وكذلك زيادة الإنتاج في ليبيا وخفضت منظمة أوبك بلوس الإنتاج منذ ثلاثة أعوام في محاولة لتحقيق التوازن ودعم الأسعار وخفض المخزونات ويجري حاليا تقليص الإنتاج بواقع سبعة ملايين وسبعمائة ألف برميل يوميا علما أن التوقعات الحالية قد تدفع التكتل إلى تأجيل أي تخفيف للقيود على الإنتاج قال وزير الطاقة الإيراني رضا أرد كانيان إن إطلاق خط سكة حديد هرات خواف بين إيران وأفغانستان سيتم الشهر المقبل وإن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ستجتمع لبحث التعاون الجمركي وسبل تعزيز الأسواق الحدودية أرد كانيان قال إن قضايا التعاون في مجال الطاقة ستكون على طاولة البحث بين البلدين لافتا إلى أن إقامة أول معرض متخصص للكهرباء والاتصالات في كابل كان بمشاركة سبعين شركة إيرانية وإن كابل تسعى إلى متابعة الجهود للتعاون في ملف الطاقة والكهرباء وتأسيس استثمارات مشتركة لهذا الغرض تجدد المخاوف من تأثير وباء كورونا في الاقتصاد مع تزايد الحالات دفع أسعار الذهب إلى ارتفاع من جديد متخطيا 1910 دولارات للأونسة المخاوف من الركود العالمي وأعلان الولايات المتحدة عن اقتراب إقرار حزمة تحفيز جديدة عزز أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا في الأزمات بعدما زادت قيمة أكثر من 25% خلال أقل من عام بهذا نختم أخبار الموجز الاقتصادية ونعود إليك محمد شكرا أليسار قبل اطلاق دوراته الرابعة في 23 من 21 أكتوبر الحالي يواجه مهرجان الجونة السينمائية في مصر حملة رفض بسبب تكريم الممثل الفرنسي جيرار دي بارديو بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل الحملة يقودها فنانون ومثقفون مصريون وعرب يعتبرون تكريم دي بارديو تطبيعا مع إسرائيل تقرير خالد أبو عرب حملة رفض واسعة قادها فنانون ومثقفون مصريون وعرب عنوانها لا للتطبيع منذ الإعلان عن تكريم الممثل الفرنسي جيرار دي بارديو في مهرجان الجونة السينمائية في دورته الرابعة المرتقبة ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعية حملة الرفض جاءت بسبب مواقف جيراردة الداعمة لإسرائيل فضلا عن اتهامه بقضايا قتل واغتصاب اللي بيسمح لنفسه على فكرة بأي شيء من وجهة نظري غير أخلاقي هيبقى بالنسبة له التطبيع شيء عادي الكيان الصهيوني شيء عادي يعني بالنسبة له بقى كفنان هو يعني الورقة الربحة يعني هو اللي هيلعب بها لكن زي ما بقولك هناك فنانين كبار بيرفضوا يعني الموقف الإنساني والموقف الفني والموقف الفكري التلاتة مع بعض لم تكن حملة الرفض هذه هي الأولى من نوعها فقد حاول منذ سنوات مهرجان القاهرة السينمائي تكريم المخرج الفرنسي كلودي لوشا الدعم لإسرائيل لكن حفلة تكريم ألغي تحت وطأة المواجهة التي خاضها آنذاك سينمائيون ومثقفون مصريون رفضا للتطبيع اتخذت الجامعات العمومية لنقابات المهنة الفنية قرار بعدم التطبيع مع إسرائيل أو اللي بيدعمه إسرائيل يعني احنا طبعا ما ندخلش فيه وجهة نظر حد وحر عايز يدعم إسرائيل بس أنا ما كرموش أنا ما دعموش بقى لأنه وقالت ده مش للأبد قالت لا لحد إرجاع حقوق الشعب الفلسطيني وكان أكثر من خمسين شخصا من بينهم فنانون ومثقفون وكتاب إضافة إلى مواطنين قد وقعوا على بيان أعلنوا فيه رفضهم القاطع لتكريم دي بارديو باعتباره خرقا لما أجمعت عليه الجامعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية من رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل رفض التطبيع مع إسرائيل بأشكاله كافة حتى وإن كان على المستوى الثقافي أو الفني هو موقف ثابت ومتجذر لدى المجتمع المصري وليس وليس وليد اللحظة موقف يرسخ مبدأ الحفاظ على الهوية والكرمة العربية خالد أبو عرب القاهرة الميادين وفي النهاية تفكير بالعنوين مصادر مطلعة تؤكد للوطن السورية زيارة وفد أمريكي لديمشق قبل شهرين وتؤكد التمسك بانسحاب القوات الأمريكية وتكشف عن زيارات مماثلة سابقة رغم القمع تظاهرات حاشدة في البحرين رفضا للتطبيع وتوقعات إسرائيلية بحذو السعودية حذو المطبعين تزامنا مع تتويج بن سلمان بجائزة أصدقاء إسرائيل يلا كشكل كشكل بره بره لدات زيارة وفدها للأقصى بحماية الاحتلال الإمارات تنظي في تطبيعها وهبوط أول رحلة تجارية من أبو ظبي في تلابي تصدر المرشح للشراكي لوي سارسي في انتخابات رئاسة البوليفية وموراليس يؤكد أن النتائج ستعيد الاستقرار والسلام إلى البلاد الشرطة الفرنسية تشن حملة ضد عشرات المشتبه في علاقتهم بتنظيمات متطرفة على خلفية حادثة ذبح المدرس وفي الظاهرة عنف غير مسبوق في الذكرى الأولى لاحتجاجات تشيلي أحراق كنائسة ومواجهات عنيفة مع الشرطة للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية ألقاكم على رأس الساعة مع موجز للأنباء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر